في ليبوري تايلندية لم تعد ألاف القرادة الطليقة تجذب السياح الغائبين بسبب جائحة كوفيد-19 وباتت خارجة عن السيطرة مع مواجهات فيما بينها ما استدعى تحرك السلطات وقد طردت هذه الحيوانات من موطنها الطبيعي ولجأت في مرحلة أولى إلى محيط معبد في قلب المدينة ولكن على مر السنين راحت تغز الشوارع المجاورة وتحتل مباني وترغم بعض المتاجر على الإغلاق نهائيا لدي لعبة على شكل تمساح أضعها أمام المتجر لأخيفها ولدي أيضا رأس نمر ولكن عليك أيضا أن تستعمل العصى لتخيفها أكثر ويتم جذب القرادة من خلال الطعام يضع في أقفاس كبيرة ويعمد إلى تخديرها وتنقل إلى عيادة بيطرية وهي توسم بحسب جنسها والعصابة التي تنتمي إليها اعتادت هذه القرادة على أكل كل شيء كلما أكلت كلما زادت طاقتها وقدرتها على الإنجاب وقد تضعف عدد القرادة في غضون ثلاث سنوات وبات ستة ألاف قرد مكاك تعيش اليوم إلى جانب السكان البالغ عددهم سبعة وعشرين ألفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر